اسئلة كتير جاتلي في الموضوع اللي هنتكلم عنه النهاردة متر الليزر هنتكلم عن ست مقاسات مختلفة لأمطار الليزر من أول 20 متر لحد 120 متر يعني ايه الفرق ما بينهم ومميزات وعيوب كل واحد وامت تشتري المقاس الكبير او المقاس الصغير فانت قبل ما تنزل تشتري متر الليزر او لو عايز تعرف كل المعلومات عن الجهاز الخطير ده شوف الحلقة دي هتفرق معاك صدقني صدقتني؟ يلا بنا نبدأ مع بعضين جهاز ياس المسافات بالليزر الاسم الأشهر ليه طبعا هو متر الليزر وخلينا نستعمل كلمة متر الليزر للسهولة مش أكتر نبدأ بأول وأصغر جهاز معانا العشرين متر ده اللي هو ألف به متر الليزر وظيفة محددة انه يقيس مسافة بين نقطتين بس زرار واحد بيشغله ويطفيه وبنقيس المسافات بيه وطبعا بيشتغل بالبطاريات الصغيرة حجمه صغير جدا ودي مسته الأساسية لأنك هتشغله هتقيس بيه هتطفيه هتشيله وشكرا لو عايز تقيس بيه مسافة تانية اوكي الشاشة بتحتفز بس بآخر مقاسين ماينفعش أقول انه عيبه انه بدون اوبشن لأنه بسطته هي مسته انما عيبه انه بيجي بدون جراب حماية جهاز التلاتين متر برضو بطاريات انما المرة دي جاي معاه جراب حماية وتعليق زرر واحد بيشغل ويقيس ويطفي انما ده بقى متر الاياس المتواصل يعني هتاخد بيه اياس هيظهر على الشاشة لو خدنا اياس تاني هيظهر على الشاشة برضو وحيظهر فوق علامة يساوي وجنبها مجموع الاياسين اللي خدناهم لو خدت اياس تالت هيجمع برضو على اللي فات وهكذا طول بقى منت بتقيس هيجمع عشان كده هو اسمه متر الاياس المتواصل ده بقى موجه للناس اللي عايزت تاخد مجموع اياسات طولية فقط عيبوا بقى اني لو عايز ابدأ اياسات جديدة لازم اطفيه واشغله جهاز الاربعين متر نفس المميزات بطاريات وجراب انما هنبدأ بقى ننسى موضوع الزرار الواحد ده وندخل في زرار الفانكشن المهمات المتطورة اي فانكشن هنشرحها هتتكرر معنا في كل الامطار اللي جاية بس هتتطور شوية فمش هنعيد اي حاجة شرحناها نركز بقى شوية السهم الابيض ده لاطلاق شوية الليزر والشاشة بتشيل اخر ثلاث اياسات نروح بقى لزرار الفانكشن اول حاجة هي الاياس المتحرك شكل السهم المتقطع ده هيحول متر الليزر لمتر عادي طول ما انا بتحرك هو بيقيس المسافة لحد ماوصل للاياس اللي انا عايزه وحط علامة ضغطة تاني على زرار الفانكشن هيبدأ يقيس بالمتر المربع نقيس الطول ونقيس العرض هيضربهم في بعض ويقولك الحيطة دي كام متر مربع ضغطة تالتة هيبدأ يدين الاياس بالمتر المكعب طول وعرض وارتفاع ويقولك الحجم بالمتر المكعب ضغطة رابعة وحيبتدي يقيس معايا الاياس الغير مباشر اللي هي نظرية فيسا غرص يعني لو انا عايز اقيس ارتفاع صورة عالي وانا واقف في مكاني بقيس الضلع اللي من تحت وبعدين برفع الجهاز يقيس اعلى نقطة والجهاز هيحسب طول الضلع التالت ده كام الميموري بتاع الجهاز بيحتفظ باخر عشر عمليات احنا قمنا بيهم زرار الموجب والسالب دول بس تعملهم في تعديل الاياس يعني لو بقيس حيطة وعايز احزف منها مقاس باب بضغط سالب واقيس الباب هيحزفه من الاياس اللي قبل منه والعكس يعني لو عايز اضيف حاجة بس تعمل زرار الموجب جهاز الخمسين متر برضو بطاريات وجريب وكل الفانكشن اللي قلناها في الاربعين متر مع بعض الاضافات يعني مثلا الشاشة ملونة وبقدر من الزرار ده اختار بداية الاياس تكون منين يعني من بداية الجهاز او من طرفه او من المكان المخصص لتركيبه في الترايباد ايوة من اول بقى الفئة دي وطالع هيكون موجود معانا مكان مخصص لتركيب المتر في الحامل كل ما الاياس يطول هتحتاج ثبات اكتر كمان هاللاحظ ان الجهاز بيلف معايا الشاشة تلتمية وستين درجة ضغط على زرار الفانك هيديني الساقية دي بعدها شرحناه زي الاياس العادي الاياس المتحرك اياس مساحة مربعة اياس احجام مكعبة لكن الاياس الغير مباشر بقى تلت طرق مختلفة بعد كده فانكشن لو عايز اعرف في المساحة المربعة لحوائط شقة بالكامل يعني لو عايز احسب مثلا اجيب لها قد ايه ورق حيطة هقيس مرة واحدة ارتفاع الحيطة من فوق لتحت وبعدين اقيس بقى عرض كل الحيطان هيجمع لي كل اياسات الشقة بالمتل المربعة بعد كده بيجي لي حاجة خطيرة اسمها تخطيط الحدود يعني انا لو عايز اقسم طريق او قطعة خشب مثلا لمسافات متساوية باختار اول حاجة المسافة اللي عايزها تتكرر 20 سنتي مثلا هبدأ بقى اتحرك ولما اوصل عند 20 سنتي الجهاز هيزمر احط علامة هتحرك تاني بالجهاز هيزمر عند 40 سنتي احط علامة وهكذا بقى هقدر اخطط اللوح او الحيطة بالكامل بعد كده الميموري والميموري بتحتفظ باخر 30 عملية اس اخر بقى حاجة هي ميزان المية ميزان المية لو حطيت الجهاز على ظهره وميزان رقمي لو وقفته على جنبه اخر بقى واحلى حاجة في الجهاز ده هي البلوتوث اني بقدر اوصل بين المتر واي جهاز عن طريق برنامج بوش للياس ساعتها بقى الامر بتحول لحاجة احترافية متطورة جدا يعني لو شغال لوحدي هركب المتر على التريباد واروح المكان اللي عايز ايسو واضغط اياس من الموبايل اقدر كمان في الابليكيشن نفسه اني اصمم المكان اللي هشتغل عليه كروكي كده وبعدين اخد المقاسات الحقيقية احطهم على الرسم الكروكي هطلع برسم دقيق جدا عيب الجهاز هو لو كان بطارية ليسيام كان بقى طب طب جهاز التمانين متر هنبدأ بقى اجهزة الاياس ببطاريات الليسيام والشاحن اليو اس بي اول زرار معانا هو زرار اياس الزاوية ضغطة واحدة بيقيس الميل ضغطتين بيبقى ميزان مية رقمي زرار منفصل للقياس المربع والمكعب وبداية نقطة القياس في زرار لوحده ومش بس اني بقيس من بداية او نهاية او مكان التريباد زي ما احنا عارفين اضافه زي قلم كده بيخليني اقدر ايس من كورنر داخلي مثلا ودي تريكة حلوة جدا ومفيدة جدا كمان بقى فيه زرار تايمر يعني بشغل التايمر يبدأ يعد عشر ثواني ويقيس لوحده زرار الفانكشن فيه تقريبا نفس المهمات بس مش في ساقية بيظهروا واحد ورا واحد على الشاشة الساقية افضل الاياس المتحرك الاياس الغير مباشر برضو بقى ثلاث طرق مختلفة بعد كده اياس الحوائط بالمتر المربع الميموري بيحتفز باخر عشرين عملية هو مش الخمسين كان بيحتفز باخر تلاتين عملية الجهاز عملي بطاريته بتدوم لوقت اطول لان شاشته غير ملونة عيب الجهاز بقى الجهاز الخمسين متر فيه بلوتوث وابليكيشن والتمانين لأ نيجي بقى للقمة جهاز المية وعشرين متر الجهاز اللي فيه كل الاوبشن اللي قلناها واتضاف عليهم حاجات خطيرة شاشة ملونة وكبيرة واتضاف زرار لاطلاق الليزر في الجنب للتسهيل زرار الفانكشن فيه كل المهمات اللي بيقوم بيها الجهاز برضو ساقية وبتفتح معانا مهمات متعددة لكن بتحديث اكبر الاياس العادي والمربع والمكعب دول كده نفس الكلام انما عند الاياس الغير مباشر بقى اربع اياسات اضاف عليهم اياس الضلع الرابع المايل يعني لو عندي سقف ميل وعايز اعرف طوله كام بالفانكشن دي هقدر احسيبه طحفة بعد كده اياس حوائط بالكامل وتخطيط الحدود وميزان المية والمنقلة والقلم اللي بيقيس من الاركان كل ده كده نفس الكلام برضو الجميل في الجهاز ده ان كل فانكشن من دول لما باختارها بتظهر لي في الجنب علامة استفهام في ركن الشاشة لما بضغط عليها بتشرح لي ازاي يستعمل الفانكشن دي اهم بقى ما تضاف للجهاز ده زرار الكاميرا متر ليزر بكاميرا يعني انت بتشتغل في النور والشمس قوية ومش شايف نهاية شعاع الليزر وصلت لفين الجهاز 120 متر ممكن مثلا عند 50 او 60 متر تبدأ متاخدش بالك شعاع الليزر فين هنفتح بقى زرار الكاميرا هتلاقي نقطة خضرة للمكان اللي هيكون فيه شعاع الليزر وكمان زوم 3 اكس من الزرار ده بحيس ان انا ابقى شايف المكان اللي هيوصله شعاع الليزر حتى لو مش شايف نقطة الليزر نفسها بقيس بيصور لي صورة للمكان اللي وصله شعاع الليزر وبيحتفظ كمان بالصورة في الميموري اللي بتشيل اخر 50 عملية برضو الجهاز بتوصل بالموبايل بنفس التطبيق الخاص باجهزة بوش الموضوع ده بالذات كبير قوي ومحتاج فيديو لوحده ممكن نبقى نعمله لو حبيته عيب الجهاز ده هو ليه فتحة الشاحن بتاعه مستخبية تحت القلم ليه عشانش حينه لازم افتح الجزء ده هل في سبب؟ مش عارف نيجي بقى لسؤال الاسعار انا مش بقود الاسعار في الفيديوهات انتو عارفين بتختلف من بلد لبلد وساعات بيكون فيه خصومات وعروض فبلاش نحدد انما هسيب لكم الاسعار او روابط واماكن الشراء في وصف الفيديو كده احنا في السليم لان انا نقدر اغير المكتوب انما ماقدرش اغير الفيديو تمام؟ طولت عليكم انعارف لكن مش حاوصيكم بقى اللايك والشير وان شاء الله نتقابل على خير سلام عليكم